شوفنا النهاردة المقاتل الحقيقة يا أكرم توفيق اللي أنا بقول له اهدى شوية يا أكرم نتيجة 2-0 والمباراة في ديئة 85 أنا عارف إنه هي طريقة لعب ولكن احنا عايزينك معنا على طول مش عايزينك تاخد انذار لقدر الله انت بتلعب بطريقة هيلة ورائعة ولكن مش عايزينك تاخد انذار مش عايزينك نفقدك ماتشين ثلاثة لقدر الله صابة شد بتاع حازم حاجة من هذا القبيل احنا لأ عايزينك تاهدى شوية خصوصا حط الخبرة في دماغك ان انت كاسبانة 2-0 وديها 85 وكرة على الخط بعيدة عن الملعب أكرم دي طريقة لعبه لكن في بعض الخبرات اللي بتتاح للواحد تخلين هو لازم يهدى شوية يهدى كلنا متأكدين ان دي طريقة لعبك وانا عارف ان انت رجل بتقاتل وعاشق في نلة النادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي للجمهور النهاردة احنا عاملين فقرة كاملة لجمهور النادي الاهلي والحلاوة اللي شفناها النهاردة هتكلم عنها في وقتها لكن فأكرم لازم في ديه 85 في كرة على الخط دخل اخد الكرة من قدام اللاعب ودخل وكان هو نفسه هيتعور انا خاف على اكرم اللي هو اللي يتعور بصراحة يعني ليه لان احنا محتاجين ان اكرم يكون معانا زي ما محتاجين ان كل اللاعبين يكونوا معانا فاكرم من اللاعب اللي بتغير صعب او ان انت تختارق هذه الجبهة لما يكون اكرم توفيق متواجد اشتركوا في القناة